اهلا بكم من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض رسميا عن جدول فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للتسوق البحرين تتسوق لعام 2017 وقد أكد رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة في مؤتمر صحفي في كابتالكلاب أن المهرجان الذي سيستمر على مدى 30 يوم اعتبارا من التاسع عشر من يناير الجاري هو الحدث الأضخم في قطاعي السياحة والتجزئة ويهدف لتقديم تجربة تسوق فريدة حافلة بفعاليات الترفيه العائلي وفرص الربح البجزية كما أكد الشيخ خالد سعي المهرجان هذه السنة لأن يكون احتفالية مليئة بالمفاجآت تظهر مكانة المملكة السياحية المرموقة على مستوى المنطقة باعتبارها وجهة مرحبة للعائلات من مختلف الدول مهرجان بحرين تسوق في نسخة الثالثة هناك ثلاث أهداف رئيسية أولها إن شاء الله يكون تصب في الاقتصاد الوطني وأيضا زيادة عدد الزوار إلى مملكة البحرين وتسويق وترويج المملكة كوجهة سياحية وأيضا وجهة للتسوق مهرجان البحرين تسوق لهذا العام إن شاء الله جوائز أكبر وهناك 14 سيارة مقدمة من شركة يوسف خليل المؤيد شركة طيران الخليج أيضا عملوا باكيجز بأسعار خاصة الإخوان من دول مجل التعاون وأوروبا وفي شأن محلي آخر مشاهدينا كشف الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا تيم موري مسعى الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن بنهاية العام الجاري 2017 وذلك ضمن برنامج تايتن ثنين لتقليص النفقات وزيادة الإنتاج وقد سجلت شركة ألبا خلال العام الماضي 2016 أعلى معدل إنتاج في تاريخها والذي بلغ أكثر من 971 ألف طن متري بزيادة سنوية بلغت 1% وحول مستجدات الحصول على قرض إضافي لتمويل خط الصهر السادس أكد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين أن ألبا حصلت على تعهدات مالية بقيمة مليار وخمسمية مليون دولار من عدة بنوك وذلك لتمويل مشروع خط الصهر السادس متوقعا أن تحصل الشركة على قرض إضافي بقيمة مليار دولار خلال الشهرين المقبلين مشاهدينا بحصول شركة ألبا على مليار دولار إضافي فإن ذلك يعني أن الشركة أمنت نحو 2 مليار وخمسمية مليون دولار ليشكل هذا المبلغ معظم التمويل الذي تحتاجه ألبا لمشروع التوسعة والذي تقدر كلفتها بنحو 3 مليارات دولار ويشكل انخفاض أسعار الألمنيوم وارتفاع قيمة فاتورة الغاز أبرز تحديات التوسع بالنسبة للشركة إلا أنها تعول على تحسن الأسعار وارتفاع ربحيتها مع إطلاق الخط الجديد مع مطلع العام 2019 والذي سيرتفع إنتاجها السنوي إلى نحو مليون وخمسمية ألف طن متري والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر